السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بيك وبيك على تطبيق وقناة فرنشاوي مع مسيواليد مصطفى في الفيديو ده هنحل لعدد 75 جملة قواعد على الدرس الثاني من الوحدة الثانية والدرس ده كان عن أقسام السوبر ماركت والمنتجات اللي بنشتريها منها لو كنت بتشوف الفيديو على يوتيوب ما تنساش تحمل تطبيق فرنشاوي علشان تشوف فيديوهاتك بالترتيب وتنزل ملفات الشرح والتدريبات بي دي اف وتحل اختباره على كل فيديو جمي انا اضع زيت هل اضع كل زيت ولا من الزيت من يعني أدوات التجزئة والمبدوقة بحرف فيال بالتالي هتاخد ده الاباستخف جمي دولويل انا اضع من الزيت دون لغي في الأرز البران هي تأخذ او تتناول سوسيسون اخيرها او ان تبقى مفرد مذكر بالتالي هتاخد دي سوسيسون نحن نحب من أفعال الميول بيجي بعدها أدوات المعرفة سوسيسون سمك مذكر هتاخد نحب السمك مش من السمك أختي لا تحب كافي تاني من أفعال الميول بيجي بعدها أدوات المعرفة لو في الجملة منفية لن تتغير بالتالي هتفضل كما هي الناس اللي أول ما بتشوف بيجي لها هسس بيجي لها هسس وبتختار دي ستبقى الجملة غلط أنا لا أشرب بوا يشرب يجي بعد أدوات التجزئة طب الفعل من فيه يبقى أدوات التجزئة هتحاول إلى دو على طول هنا هختار دو اللي ويتر المحار سان دي بخودوية تكون منتجات دولامير منتجات البحر وزا في هل عندك ياوخت أخر هاس يبقى هنا هناخد دي ياوخت هل عندك زبادي الاشات هي بتشتري بوبكورن كلمة بوبكورن مفرد مذكر هتاخد دي بوبكورن يشتري من الفشار وووولي أنتم تريدون فخيت أخر هاس دي فخيت هل تريدون بطاطس محمرة هل تريد شانتي شانتي في منها هتاخد دولار شانتي هل تريد من الشانتي تريد كروسان كلمة مسكولى تاخد أين كروسان هنا بقى أ تفقنا أنها لما بنستخدمها مع المأكلات والمشروبات يبقى بمعنى واحدة كروسانية واحدة يعني خلاص ووو مانجي دي غي أنتم تأكلون من الأرز هيرود يقولوا oui أيوة نو مانجو بوكور نحن نأكل نأكل ايه دوري دوري هان شاء الله نحط مكانها نوزان مانجو بوكور نأكل منه الكثير منتجات الألبان جا ام بيا أنا أحب فربي يحب يجي بعدها أدوات المعرفة زي ما قلنا جا ام لاب خودويلاتي لاب خودويلاتي هشاء الله أحط مكانها لي جا لازام بيا أحبها كثيرا طب لا أشرب لا يبقى أشرب منها يتقى أدوات تجزئ يبقى أين أيمن يتناول الكريب وي أيوة يأخذ يأخذ كلمة مسبوقة بالتالي نعود عنها بأون أنتم تشربون مياه معدنية نحن نشرب نشرب كلمة مسبوقة بأدات تجزئا عوض عنها بأون لكن في تيوغ المربى أنت تضع في التلاجة أنت تضعها لأنك بتضعها كلها مش هتحط منها في التلاجة تمام؟ كلمة مسبوقة كلمة مسبوقة بأدات تجزئا صحيئة لأن كلمة مسبوقة لو جاي بعدها شخص ممكن تيجي الشخص مباشر أو يجيش كونسيئة يعني لو هنعتبره أنه كونسي ميزا مي أنصح أصدقائي يبقى أعوض عنها بلا لكن كونسي آ ميزا مي أعوض عنها بلا اللي اتنين ينفعوا في الجملة دي طبعا الناس هتقول لي هل ممكن تيجي كده في الامتحان لأ طبعا في الامتحان بتبقى كل حاجة معمولة بالدقة ومتركز عليه الجملة دي ما اسم يعني على حسب بقى وضع الجملة كان في دماغه وهو بيكتبها الأبقار تنتج حليب أعوض عنها بأون تنتج حول البوائل لكن في الانتج حولك يشرب يلا هنا دي كافة التشعر يد والذي يشرب الان يشرب منها الكثير ميزا أطفال في أو أبنائي سأنا سوف اكمباني في المشارع ورافقهم إلى المحل الحلويات المباشر أجب مباشر المباشرnos نعود عنها بلا نحن يكون لك على الوقت بالخفيفة نحن نحن دي بسكوية نحن 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 يشترون منتجات مجمدة. أمي تحضر الكريب في المطبخ. يعملون مشتريات أو يشترون في السوبر ماركت. نحن نتناول ثلاثة وجبات في اليوم. هادي وصديقه هما الاثنين يعتبروا يذهبون إلى المطعم من أجل العشاء. كلمة مفرد مذكر تكون واحد من المنتجات الألبان. بعد الغداء. هنا لازم فعل في الأمر. والفعل في الأمر بعد. يبقى لازم لو كان في اس ميتشالا هنرجعها. مهمة جدا دي وقلنا عليها. في فعل متصرف يبقى لازم الفعل الثاني في المصدر. يجب أن نشرب لتر ونصف مية في اليوم. نقطة دي بان خبز في كل واقبة. هنا فعل في الأمر. ما فيش فعل في الأمر مزبوط غير مانجيه. كله خبزا في كل واقبة. دومين غدا أم. اتفقنا أن أم لو كان بعدها لتصريف فعل يبقى مع قيل. ما معنا أن أم يفعل؟ لأن هذا زمن المستقبل القريب. مستقبل القريب. ماذا تختارت المستقبل قريب؟ لأن الجملة بدأ بدماء غدا. مستقبل. نقطة تي ساندويتش. نقطة دي يعني فعل في الأمر. ويتصرف مع تي. لأن الجملة بعدها تي. أخذ آخرها أس. خذ ساندويتشاتك قبل الخروج. ك. طبعا. يبقى كاش تي. فعل متصرف مع تي. تامير أمك يعني أل. أل ستأخذ الفعل آخر تي. أل شوزي كالبلا. هي تختار أي طبق. في الصيف. نحن نحن نشرب مياه باردة. هل عندك فشار يا سيدي؟ هو يشرب حليب على الإفطار. في فعل متصرف. يبقى الفعل الثاني مش متصرف أو في المصدر. أنا أحب أن أعمل تسوق. وبعدها. يا أطفالي هتدلهم أمر بالفو. ضعوا آآ دوات المائدة على الصفرة. تأكل جيدا يبقى يجب عليك أن تأكل جيدا عشان تكون في صحة جيدة. في وسوف بيأخذوا قدامهم بأفوار. أفوار مع سيكون ركز دي عشان مهمة جدا هل تشعر بجوع؟ لوي دي من الضمائر اللي بتششير إلى إل هو المفرد مذكر. لوي بخان دو كافي. الفعل هنا متصرف مع إل أو إل. هو هنا جايب لي إل وقال ما أقدرش أختار إل. ليه؟ لازم أختار إل علشان هو جايب قبلها لوي. نحن نذهب عند. عند من نوت خانك العمنا. سيتون تاخت هذه تورتة. فراولة كلمة جمعة هتاخد أو فراولة. تي نو بواد بالي أنت لا تشرب حليب. فيرد يقول جي بواد دي أنا أشرب حليب. خد بالك السؤال منفي يبقى الإجابة عليه يا إما سي يا إما نو. سنشيل النفي أنت بتشرب حليب أنا بشرب حليب. يبقى الوي يبقى هاختار سي. سيتابي دي هذه البتاع بتاعتك للقصة المصورة. وي اي لائ أي وإنها تكون آ آمين آموا إنها تكون لي. هم يوجد تأثير في المجتمع؟ نعم هناك في أغاقر يوجد منها ثلاثة في المجتمع هذا المحل يوني منصف منصف جدات مملكة داخل المزاقر يمكنك سمصف لتير مزاقر ما تأخذ في المجتمع؟ لا أن أيضا أقول في المزاقب الخفيفة في نحق المعبورة في الحمومة في الورق هناك ايさه في المعبورة في الرجل و الشيء أمي أحيق المعبورة في المعبورة في المجموعة التي تحصل على المعبورة وتجد الكثير من المعبورة فات دو سبار مارس الرياضة لكي يأتي بعد الفعل في المصدر لكي تكون في صحة جيدة نقطة نقطة بعدها أنا أذهب إلى النادي مع أصدقائي الفعل هنا متصرف في المدارع يبقى ما ينفعش أقول غدا ولا ينفع أقول بعد ساعة لأنها من الكلمات الدلة على المدارع فكرة جيدة مؤنف أختي تكون أختي مفرد مؤنف سنقبلها مفرد مؤنف يوجد طماطم على البيتزا عارفين أن البيتزا تتحطي على سطحها نقطة دي في المدارع إما ساتودي أو سافودي من فيهم ما يقول هذا؟ ساتودي ما رأيك في الذهاب إلى المطعم جم أنا أحب إتفقنا أن كلمة جمعة مذكر بالتالي ستأخذ جمعة مذكر أما دي جمعة مؤنف و جمعة مؤنف و جمعة مؤنف نقطة جمع طبعا جمعة طالما الجو يبقى جمعة بالنسبة لي أنا أحب السوق نقطة سوبرماركت كلمة مفرد مذكر تأخذ أو أو سوبرماركت في السوبرماركت أنا أشاهد بنشتري لجوم سرجالي خضروات موجمدة العيش الطويل يكون هنا أخبت بالك و أحطت لك طالما أحطت لأ يبقى لازم ضع ضع طب لو ما فيش ل كنا هنقول خلاص لأن دي قواها مضغمة فيها يعني الغلاس الغلاس يكون كل ما دي مفرد مؤنس ديليسيوس مفرد مؤنس أحب الزيز هايس كريم ستغلس هذه الغلاس سافي كم بيان نقطة تبخو أنت تأخذ أو أنت تتناول كأسك ماذا نقطة بخيبار دي جنة يحضر الغدا من يحضر الغداء؟ خبالك ان غيون اخرها اس يعني جمع مذكر في اي اقسام بتشتري هذه المنتجات أختك سوف تفعل ماذا؟ ماذا اختك سوف تفعل؟ لتخطين الشطائر او الفطائر تطلع ايه؟ يعني تطلع ايه كلمة دي تحضر انت المكرونة كيف انت تحضر المكرونة بتعملها ازاي؟ نقاط فو ذالي انتم تذهبون الاجابة او مخشي مكان يبقى السؤال ب او اين؟ نقاط فخوي امي فو نقاط فكها تحبون انتم كلمة فخوي مفرد مذكر يبقى نجيب لها كل مفرد مذكر نقاط سيلين دين نقاط سيلين تتعشى الاجابة او فان دوزار الساعة 22 هنا اجابة بساعة محددة يبقى لازم السؤال في اي ساعة هذه ميدالية المفاتيح وخبلك انها كلمة مفرد مذكر سيتا انها تكون اكي لمن؟ بتاعت مين؟ نقاط تتعشى الاجابة انت بتتغادة الاجابة او اي ساعة مفامي مع عائلتي يبقى السؤال مع من؟ نقاط او پاري انتم ترحلون الى پاري الاجابة سوار هذا المساء يبقى السؤال اكيد بمتى يبقى السؤال اكيد بمتى؟ نقاط لازم تتعشى الى پاري انتم تتعشى الى پاري لازم يسألون الى پاري لازم يسألون الى الى الان لازم يسألون الى اي ساعة لماذا؟ أنت تأكل في الغداء وعلم تستفهم يبدأ سؤال يبقى هنا ك ماذا ماذا تأكل على الغداء نو نحن نشتري المكونات على شأن الحفلة أنت تأكل يجي بعد أدوات التجزئة سمك السلمون مذكر يبقى دي سومان هل تأكل سمك السلمون لي يعني حليب هتأكل أخر إي أنتم تشربون الحليب هنا فعل منجب يجي بعد أدوات التجزئة بس الفعل منفي أدوات التجزئة هيتم تحولها إلى د معين دي جمع بس هنأخد دي الأخيرة ممتك دي بتسوي هي في المفرد يبقى ممتك أو هي هتأكل في الأخيرة نحن نأخذ أو نتناول أو نتناول أو نتناول أو دي جنة سمك على الغداء السمك كلمة مذكر ستأكل دو دو أو نحن نشتري نحن نشتري قليل من المنتجات قلنا قبل كده نكلمة كلمة جمع مذكر بالتالي هنجب لها صفة جمع مذكر وهي سيرجل الأطفال يحبون لبومبون الزرف اللي هو يحبون كثيرا البومبون Je n'aime pas أنا لا أحب les boissons بوissons جمع مؤنف هنجب لها جازوز جمع مؤنس في نهاية الفيديو لو كنت بتشوفه على يوتيوب ما تنساش تحمل تطبيق فرنشاوي من جوجل بلاي علشان تشوف دروسك بالترتيب وتحل اختبار على كل فيديو وتنازل ملفات الشرح والتدريبات pdf شكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة